أهداً تملأ الآفاق عطراً ونوراً يملأ الآفاق ضياً لكن أذكر صورة لعالم العلماء الأمة في لحظاته الأخيرة وهو الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله فذكروا في ترجمة الشيخ رحمه الله في وفاته أنه اجتمعت له أعمال البر والخير قبل موته ففي الأشهر الأخيرة مع شدة المرض عليه كان مستمراً في دروسه وكلماته ومستمراً في مساعدة الناس وحتى لما أدخل المستشفى مرة يأتي الكتبة الذين يكتبون فتاوى الشيخ في المسائل التي ترد عليه من شتى أنحاء البلاد وهو في المستشفى يفتي ويجيب ويعلم وهكذا زار مكة واعتمر قبل أشهر من وفاته ثم في الليلة الأخيرة جلس مع أهله وذكر ابنه أنه كان مستقر الحالة منشرح الصدر وآنسهم وذكرهم وعظهم حتى فرقه أهله في الساعة الثانية عشر ليلاً ثم قال لولده لما عرف أن الساعة الثانية عشر قال له قم توكل على الله نم فيقول ذهب والدي وإنبي يصلي صلى ما كتب الله له ثم نام ثم قام في الساعة الثانية الساعة الثانية والنصف أو الساعة الثالثة على عادة في قيام الليل رحمه الله وإذا بي يدخل الخلاء بدون مساعدة يتوضى ويقوم الليل يصلي يطيل القيام وتلاوة القرآن والسجود وصلى ما كتب الله له ثم بعد الصلاة التفت إلى زوجته قالت لو تريد شيئاً فإذا به يبتسم تقول ابتسامة يعني واضحة في وجهها يبتسم وسكت ثم اتجع ثم قام توضى صلى ثم اتجع وهو على طهارة وجعلت يعني تشعر أنه يتنفس بضيق ويذكر ربه جل وعلا فاتصلوا بالإسعاف جاءت السيارة وأخذوه وإذا بروحه تفيض إلى ربها رحمه الله ترجمة نانسي قنقر